صوت أميم الشاذلي كان هو الصوت الإذاعي الذي نقل عبر الأثير للمستمع العربي ظهر يوم السابع والعشرين من يناير عام 2023 آخر موجز للأنباء من القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية بعدها اختفى الصوت الذي ملأ الأثير بهنا لندن في الثالث من يناير عام 1938 1938 كانت موجات الأثير تنقل أخبار المنطقة العربية من لندن وبلسان العرب مدشنة عهدا جديدا من الرسائل الإعلامية التي صنعتها على مدى 85 عاما أصوات محفورة في ذاكرة أجال المذياع وموجات الأثير كانت تقات بيكبين تؤشر إلى توقيت لم تتوقف آذان المستمعين في مدن وأرياف الأرض العربية على الإنصات إليه حيث أن القضايا والأحداث تبدأ من بلدانهم وتعود إليها في نشرات الأخبار وبرامج الحوار وتنقلات القول على القول في شؤون الاقتصاد والثقافة والمسابقات والرياضة والصراعات في كل أقدار العروبة وباستراتيجية أعلامية تختم السياسة البريطانية بطبيعة الحال لكنها تحرص على مهنية عالية ومصطاقية مؤثرة على اتجاهات الرأي العام العربي نحو قضاياه والسياسات القومية والعالمية ولئن تأخر توقف دقات بيكبين بعد هيمنة عصر الصورة وانتشار الشبكة العنكبوتية فإن ذاكرة التاريخ ستظل في اللسان العربية منسوجة على منوال قل ولا تقل في إذاعة ناطقة بالعربية لكنها أتقن تفنونها وحفظت آدابها وخاضت في تراثها وقواعدها النحوية ولم تتأخر عن موسيقاها في الشعر والنفر والنبرات التي أظهرت ومن لندن جماليات لسان الضاط وتسطرها نجوم في الأثير منهم من قضى ومنهم من ينتظر ومنهم الراحل محمد مصطفى رمضان والأديب حسن الكرمي والمذيعون مديحة المدفعي وماجد سرحان وجميل عازر وغيرهم الكثير قدمت تجربة إذاعة البي بي سي التي أسلت السطار على تاريخها الإذاعي نموذجا في صناعة الرسالة الإعلامية التي تخدم سياسات موجهة لكنها تنطلق من فنون المهنة وجماليات اللسان وحتى وهي تخطط مسيرتها تترك لضرورات التجدد ومسيرة التقدم فرصتها التي تؤكد مقولات التاريخ عن مسايرة العصر والتدورات التكنولوجية لتنتقل من موجات الأثير إلى الفضاء الرقمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر